شوفنا الحمد لله علشان بس صحابنا يهدو اعلان النادي الاهلي تمديد عقد مصر موسماني موسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي اللي هو حينتيه في اكتوبر ان شاء الله الحقيقة بقى الخبر ده احبط مخطط ناس كتير جدا مش عايزة استقرار طبعا النادي الاهلي يعني في مواقع وبرامج رشحت مدربين للنادي الاهلي وبرامج مواقع قالت ان موسماني وقع للنادي تاني وبرامج مواقع قالت ان في خلافات بين ادارة النادي الاهلي ومستر موسماني ومديرة اعماله اللي هي زوجته وموقع قالك ان الاهلي متفق مع مدرب ألماني نجم كبير في احد البرامج قالك ان موسماني ايامه معدودة في الاهلي بل بالعكس كمان يعني حدد ان النادي الاهلي اتفق مع مدرب معين والقعدة كانت موجودة هنا ما احترمنا لجميع الاسماء هم ناس اعزاء وانا بحترمهم فترة اللي فاتت دي كان فيها جدل كتير جدا 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 وكان فيها كلام كتير جدا 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 وشائعات كتيرة جدا 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 لضرب استقرار النادي الاهلي لكن السؤال هنا ازاي افكر في مدرب تاني وانا عندي مدرب لسه عقده هينتهي شهر عشرة عندي مدرب عامل انجازات في سنة ونص ما عملاش حد غيره ما عملاش حد غيره الكلام ده قلتوا بلكده ولكن خلينا اقوله لكم تاني نقوله حضراتكم مرة تاني مسلماني جايب اتنين دوري ابطال افريقي اتنين سوبر افريقي وكاس مصر يبقى جايب خمس بطولات واتنين برونزيت كاس عالم ركز في اخر واحدة دي اتنين برونزيت كاس عالم ورا بعض محدش عملها بافريقي لا نادي ولا مدرب اللي البعض عمل فرح ليه يقولك ايه المدرب اصل خاد بطولتين او خاد بطولة ده مدرب عالمي ده احسن مدرب جايب مصر ده عشان مدرب جايب بطولة ولا جايب بطولتين يبقى احسن مدرب جايب مصر يبقى اعظم مدرب جايب مصر طب والراجل اللي واخد خمس بطولات واتنين برونزيت كاس عالم في السنة ونوص ده نقول عليه ايه فيه ناس مقتنعة بيه وناس مش مقتنعة بيه ده وضع طبيعي عادي ده وضع طبيعي ناس سيقول لك موفق وناس سيقول لك لا هو مدرب عادي برضو وجهت نظرك واحترامها بس ما فيش مشكلة ولكن لما تيجي تقيمه قيمه صح قيمه صح قيمه بأرقامه اللي جابها نادي الأهلي بقى لو عنده مدرب بالشكل ده ليه يفكر في حد تاني ليه أفكر في حد تاني والراجل تشغله وماشي كويس وهو بالأرقام الأنجح والأفضل ونمبر ون في مصر لكن الأهلي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده يمكن من 3 أ4 سبيع قلت لحضراتكم أن نادي الأهلي عارف التوقيت المناسب اللي حيجدد فيه و اللي حيطلع بيان يقول فيه والنادي الأهلي في حاجة عظيمة جدا كل اللي بيجي يمسك في النادي الأهلي أنا بكلم عن المسؤولين ما هي موش غير حاجة واحدة بس مصلحة النادي الأهلي نمرة واحدة مصلحة النادي الأهلي و المسؤول أو رئيس ماجل الزي نادي الأهلي كابت محمود الخطيب طبعا نجم كبير و نجم في الكرة يعني من أعظم اللعيبة اللي جاءت مصر هو المشرف على الكرة هو المسؤول عن الملف دوت طبعا عارف لما بياخد القرار عارف هو بيعمل إيه عارف هو بيعمل إيه كل الشائعات اللي أنا بس صعبان علي إيه الناس الفترة الجاية هتقول إيه يعني الجماعة حبيبنا هيقولوا إيه الفترة اللي جاية هتضغط تاني تقول إيه ملف موسيماني خلص وعد لما نشوف الفترة الجاية هيقولوا إيه مهم